تتويج السمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نجح قائد الفريق الملكي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في الحفاظ على لقب بطولة العالم للقدرة ويكرر الإنجاز العالمي للسنة الثانية على التوالي لله الحمد أثبت سمو الشيخ ناصر أنه هو الذهب وصاحب الذهب ويكررها للمرة الثانية هو الفارس العربي الوحيد حسب معرفتي أنه يكون يتوج هذه الإنجاز مرتين متتاليتين فيحسب لسمو الشيخ ناصر يتحسب لرياضة الغرفة من مكة البحرين ويكرر تهنيتي لصاحب الجلال من البلاد المعظم ولا صاحب سمو الملك الأمير سلمان بن حمد ولي العهد ولا سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على إنجاز سمو الشيخ ناصر ما في شك أن السباق كان صعب جدا 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 مثل ما ذكرت سابقا متغيرات الأجواء متغيرات الأمطار التضاريس التنافس يختلف عن التنافس اللي يأخذنا في منبزير العام الماضي في التجريبي هناك جياد يحسب لها حساب دول يحسب لها حساب سبقتنا بفترة زمنية في هذه الرياضة لأن سمو الشيخ ناصر أبالنا أن يكون هو على منصة التتوج متوج بالذهب والله الحمد يوم شاهدته أنه اليوم يحمل مداليتين من الذهب نجمتين وإن شاء الله النجم الغثال ثقاد إن شاء الله في العلا قرية ممزي الفرنسية كانت شاهدة على إنجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في الحفل الخاص بتتويج الأبطال حيث قامت اللجنة المنظمة بتتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة باللقب العالمي وسط فرحة كبيرة من طاقم الفريق الملكي الحمد للرب العالمين أولا أبارك للسيدي جرات الملك وللسمو ولي العهد وللقيادة الرشيدة في المملكة البحرين والشعب البحرين على هذا الإنجاز ثانيا الحمد لله السباق وغير صعب من أصعب السباقات يعني أنا تحتشا كنت راكب من أصعب السباقات في العالم لمرة في حياته يعني أغلب الفرسان شافوا شيء في أول مرحلة يعني ما أظنى أحد مر عليها الظروف مطار ما قد صادنا مطار في حياتنا نفس وليل أول مرحلة بس الحمد لله الشيخ الله يطالب عمره فرض نفسه بالقوة وحقق بطاة العالم مرة ثانية وبالعودة لما قبل السباق المتابعة والاهتمام المستمر من قائد الفريق الملكي سمو الشيخ ناصر بن حامل آل خريفة عبر إقامة المعسكرات المتواصلة والمشاركة في البطولات المختلفة طوال الأشهر الماضية كانت السر وراء تتويج سموه بلقب بطولة العالم الحمد لله رب العالمين كنا موجودين هنا وموجودين أكتف في البحرين وأكتف في دبي فأسطابلاتنا كلها كانت شغالة الحمد لله وكنا في المعسكر نعم لازم نصيدك في بعض الظروف في المعسكر أو غيرها بس احنا يعني تمكننا والسنين اللي قبل علماتنا والحمد لله الفريق الملكي للقدرة من الأراضي الفرنسية أكد للجميع بأنه بات رغما صعبا في هذه الرياضة العريقة وأن مستقبل رياضة القدرة بمملكة البحرين دائما وأبدا سيبقى في الطليعة بين دوله العالم